اهلا بكم في قناة صندوق افلام قبل ما ابدأ الفيلم عايز اشكركم على التفاعل اللي حصل في الفترة الاخيرة واللي طبعا كان لكم كلكم الفضل فيه بعد ربنا واتمنى ان التفاعل ده يفضل مستمر وتدفع له مع كل الفيديوهات اللي بنزلها بلايك وكمنت وهو عا تستقل باللايك اللي انت بتحطه على الفيديو عندي لان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو للظهور لأكبر عدد ممكن وعلشان ما طولش عليكم يلا نصلى عنابه ونبدأ الفيلم بيبدأ الفيلم بواحد اسمه شدري وبيكون رجالته دخلين عليه وبيبركله على الموافقة اللي قدر يخدها من الوزير بانه يسمح لهم بصناعة الاسلحة في الهند بس بيتامبر بيعرف ان هم عندهم مشكلة ولازم يلاقولها حل وبيعرف شدري ان في صحف يحطه في دماغه وانه دايما بيكتب عليه في الجرائد وبيقول عليه مهرب وتجر مخدرات وسلاح وعلى طول شدري بيقول ججان الحارس بتاعه انه يبعد كارن يقتل الصحف ده وبعدها بنشوف الصحف ده بيجري وهو مرعوب لحد ما بيتزحلق وبيقع وبيلاقي كارن واقف قدامه وكارن ده كان قتل مأجور كل العصابات الكبيرة كانت بتستخدمه سلاح يقتلوا بيه اي حد يعطلهم عن شغلهم وكارن بيطلع سلاحه وبيكتف ان هو يقطع له ايده علشان ما يقدرش يكتب تاني وكل الناس بيكونوا وقفين وشايفين اللي حصل ده قدام عينهم واللي بيكون بينهم واحد اسمه سيدهانت وبعدها على طول بيجي الشرطة علشان تحقق في اللي حصل بس لما بتسأل الناس من اللي عمل كده كلهم بيكونوا مرعوبين وخايفين من كارن ومحدش فيهم بيقدر ان هو يتكلم معادة سيدانت الوحيد اللي بيتكلم فيهم وبيعرف مفتش الشرطة باللي حصل ومفتش الشرطة بيطلب منه ان هو يروح الاسم تاني يوم علشان ياخده اكواله في الجريمة اللي حصلت ولما كارن بيعرف ان فيه واحد هيشهد عليه بيروح بيت سيدانت وهو متعصب ومش شايف قدامه وكارن كانت شخصيته عدوانية جدا وكان واضح ان فيه شيء حصل له خلاه يمشي في السكة دي وبيمسك سيدانت وبيفضل يضرب فيه من غير اي رحمة وبيعرف ان هو لو رحش يضده هيقتله وبيكمل ضرب فيه لحد ما كجال بنت سيدانت بتيجي علشان تدفع عنه واللي كارن بيضعف قدام جمالها وبيحس ان هو حبها من اول نظرة وبعدها بيسيبها وبياخد رجالته وبيمشي بعدها بيروح يصهر في بيت مجبوه وبيكون صاحبة البيت ده واحدة اسمها تلسي وكانت بتحب كارن جدا وكانت بتتمنى ان هو يتجوزها في يوم من الايام وبعدها كارن بيلاقي نفسه موجود في كل الاماكن اللي كجال بتروحها ولما كانت بتروح كان بيعد يستنها قدام البيت ولما كجال شافته خافت وطلعت تجري ونزلت لسيدانت وعرفت بكل اللي حصل وسيدانت بيحاول ان هو يطمنها بوجوده معاه وتاني يوم بيروح لصديق مسئوليه وبيديله كل المواصفات اللي يعرفها عن كارن وبيعرفه ان هو طول الوقت بيتعرض لبنته وعلى طول الشرطة بتقبض عليه علشان تحقق معاه ولما مفتش الشرطة بيسأله على اسمه بالكامل كارن بيطلع ان هو ما يعرفش حتى اسامي ابو امه ولما بيتهم كارن ان هو جاي من الحرام كارن ما بيقدرش يتحكم في نفسه وبيضرب مفتش الشرطة وبتتلمى عليه كل العساكر اللي موجوده وبيمسكوه وبيربطوه بالسلاسل وبيفضل يضربو فيه بكل انتقام بس كارن ما كانش حاسس بكل الضرب اللي بياخدوه وما كانش بيفكر غير في كاجل وتاني يوم طولس اللي بتحبه بتروح له الاسم هي والمحمة بتاعه والمحمة بيعرفه ان هو جاي يدفع الكفالة لكارن وبيخرج كارن وطولس بتاخده وبتمشي ولما بيرجع لرجالته بيحسوا ان كارن اتغير ومعتش بيشتغل زي الاول بيستحملش ان اي حد يتكلم علىها نص كلمة وبيتدايق منهم وبيسيبهم وبيمشي والمرة دي بيروح لها المعبد وبيحاول ان هو يقرب منها اكتر لكن كاجل بتتدايق منه وبتطلب منه ان هو يسيبها في حالها وبتعرفه ان هي مستحيل ترتبط بمجرم زيه ورغم ان هي هانت كارن قدام كل الناس كارن كان بيضعف قدامها ومكانش قادر ان هو يأذيها وفي يوم كارن وهو صهران في مكان مجبوه بيشوف واحد وهو بيفتري على عائل صغير وكان عايز يضربه وكارن بيروح له وبيضربه وبكل سهولة بيفضل يضرب في رجالته لحد ما كان هيقتل واحد فيهم لكن الطفل ده بيندع عليه قبل ما يقتله وبيترجى ان هو ما يقتلش حد فيهم ولما كارن بيروح له وبيسأله عن اسمه بيطلع ان الطفل ده ما يعرفش اي حاجة عن عائلته حتى اسمه ما كانش عارفه وكارن بيعرف ان هو زيه تاه من عائلته من هو طفل صغير ومرضاش ان هو يسيبه في الشارع وخده وراجع به ولما رجالة كارن بيشوفوه بيسأله من ده كارن بيعرفهم ان هو عنده ظروف زي الظروف اللي عندنا كلنا وانه مالوش اهل ولا حتى يعرف اسمه ورغم ان كل اللي موجودون دول كانوا حوش حبوا الطفل ده جدا وكانوا كلهم عايزين يساعدوه علشان ما يطلعش زيهم وسموا الطفل ده لوكا وتاني يوم هو مع لوكا في الاوتوبيس كاجل بتركب معابو الصدفة في نفس الاوتوبيس اللي هو فيه وبعد شوية بيقولها ناس وبيكونوا عايزين يتحرشوا بيها وطبعا كارن ما بيستحملش ان هو يشوف حد بيأزيها وبيقوم لهم وبيفضل يضرب فيهم بكل انتقام وكاجل ما كانتش مسدقة ان كارن بيعمل كل ده علشانها وكارن بيفضل مكمل ضرب فيهم لحد ما واحد فيهم بيضربوا بالسكينة في جنبه لكن كارن كان قوي جدا وما كانش بيأثر في حاجة وبعد ما بيضربهم كلهم بيشوف كاجل وهي وقفة خيفة عليه وبكل شجاعة بيمدي ايده وبيطلع السكينة من جنبه قدامها وسواء الاوتوبيس ما كانش قدامه غير انه ويروح اسم الشرطة ولما انفطش الشرطة بيشوف كارن بيفتكر ان هو اللي عمل مشكلة والناس ابضع له جايين بيه لكن كاجل بتحكيله عن اللي حصل وبتعرفه ان كارن هو اللي دفع عن شرفها وانفطش الشرطة بيخلي رجالتي يسبوه وبياخد لوكا وبيمشي وفي الليل لوكا بيكون عايز يساعد كارن وبيروح لكاجل في البيت وبيعرفها ان كارن بيحبها وانه عنده استعداد يغير حياته كلها علشانك وبيقدر انه هو يقنعها انها تروح تقابله وكارن ما كانش مسدق انها رحت له بنفسها وبتبدأ كاجل انها تتعرف عليه وتقرب منه اكتر لحد ما حست ان كارن فعلا عايز يتغير علشانها ومع الوقت حبته هي كمان وعرفوا هما اللي اتنين انهم ما يقدرش يعيشوا بعيد عن بعض لحد ما بييجي اليوم اللي بيظهر في راجو وراجو ده كان ابن اعز صديق لسيدانت وكان عايش طول عمره هو وابو راما في لندن بس على طول كان بينهم هما وسيدانت وكاجر اتصال وكانوا مرحبين براجو جدا لانهم كانوا بيحبوه وتاني يوم بيروحوا المطار علشان يستنوا راما اللي هو ابو راجو وبعد ما بيرحبوا به بيجي بتنبر ادرعلي من له شدري وبيسلم على راما وبيعرفوا انه شدري مستنيه وبيطلع ان راما ده شريك شدري في كل عمليات التهريب اللي بيعملها وانه هو كان قاعد بره الهند علشان يساعده في شغله وبيعرف شدري انه هو يعيش في الهند تاني وانه هيفتح لراجو ابنه اكبر شركة شحن في الهند واللي من خلالها هيقدروا يدخله ويخرجوا اي بضعه ومعايزينها بعدها كاجر بتخرج مع راجو وبيكون بينها في الوقت ده معاد مع كارن وطبعا ما بتقدرش تروح له لان راجو كان معاها ولما راجو حب يتطمن ان في حد في حياتها ولا لأ راجو بتكسف ان هي تحكيله وبتقوله لأ وعلى اساس الرد اللي هي قالته راجو قرر انه يبدأ في تحقيق الحلم اللي هو بيحلمه طول عمره وهو انه يتجوز كاجل بعدها كاجل بتروح لكارن بس بتلاقي كارن زعلان منها لانه مجاش في اخر معاد بينهم وكاجل حبت تهزر معاه وقالت له انت زعلان علشان بقبلتكش يوم واحد بس وما لو تجوزت غيرك هتعمل ايه وفجأة لقت وحش شارس قدامها وعرفها ان هي لو تجوزت حد غيره هيقتله من غير اي رحمة بعدها راما بيروح لسيدانت وبيطلب منه ايد بنته لابنه راجو وسيدانت بيفرح جدا لانه كان شايف ان راجو عريس مناسب جدا لبنته وفي دخلة كاجل سيدانت بيعرفها ان راجو تقدملك وانا وفقت وطبعا كاجل بتتصدم اللي سمعته وبتمشي وراجو بيروح له ويعرفها ان هو فرحان جدا وانه محبش حد في حياته غيرها وبيحاول ان هو يطمنها من ناحيته علشان تقرب منه وتحبه زي ما هو بيحبها بس كاجل ما بتقدرش ان هي تتكلم ولا تقوله اي حاجة ولما بيمشي بتروح لابها وبتقوله ان عايز اتكلم معاك وبتبتدي كاجل تحكي لسيدانت ان في حد في حياتها وسيدانت بيتضايق لانه قد كلمة الرامة بس كان عنده استعداد ان هو يغير رأيه لو اللي كانت بتحبه هيكون مناسب لها بس كانت الصدمة لسيدانت لما بيعرف ان اللي بتحبه هو قرن اللي شافه بعينه هو بيقطع ايد الصحفي واللي جاله لحد بيته وضربه وهدده ان هو ما يشاهدش عليه وطبعا بيكون رافد ان المجرم ده يكون جوز بنته ولما كاجل حاولت تفاهمه ان هو تغير علشانها سيدانت ما كانش شايف اي حاجة قدامه غير الرفض بس لما لقى ان كاجل مصممة بتجيله ازمة قلبية وبيقع وبياخدوها على المستشفى ولما الدكتور عرفها ان حالته خطيرة ما كانش قدامه غير ان هي تدخله وتقوله ان هي هتعمل كل اللي هو عايزه ولما رمى وراجه بيروح علشان يزوره كاجل بتعرفه ان هي موافقة على الجواز وبيكون له كواقف وبيسمعها وهي بتقول كده بعدها كارن ما بيكونش عارف لسه اللي حصل وبيروح لتولتي صاحبة البيت المجبوه وبكل برود بيعرفها ان هو بيعيش اسعد لحظات حياته وانه بيحب واحدة اسمها كاجل ويتجوزه وكان المقصود من الكلام ده انه خليها تنساه لانه كن عارف ان هي بتحبه وبعدها جاجان الحارس بتاع شدري بيروح لكارن علشان كان محتاجه في شغل وبياخده وبيروح له شدري اللي كان مستغرب من شكله اول لما بيشوفه ولما بيسأله ايه اللي حصل كارن بيعرفه ان هو مش هيشتغل الشغلة دي تاني وانه بيحب واحدة ويتجوزها ونوى ان هو يعيش في سلام وبكل اعصاب هادية شدري بيقوله انت كده اخترت الطريق الصح وبيسيبه يمشي من جار ما يأذيه ولا يقوله اي حاجة ولما رجال تعترضه على اللي هو عمله وده لانه طبعا ما ينفعش ان حد يدخل في وسطهم ويعرف اسرارهم ويمشي شدري طمنهم وقال لهم ان هو هيرجع تاني وده لانه كان متأكد ان السك اللي هو مش فيها مش هتكمل بعدها لوكا بيقابل كارن وبيحكي له على اللي حصل وعلى طول بيروح لها لبيت وبيقابل سيدانت ولما سيدانت بيسأله ايه اللي جابك هنا كارن بيعرف ان هو بيحب بنته جاي تقدم لها وكارن بيقوم وبيتدايق من كلامه وقال لانه مستحيلة جاوز بنت المجرم ولما كاجل بتيجي بتكون مجاهزة الكلام اللي هتقوله له وبتكون حتى سكينة بين ايديها وبتضغط عليها لان كل الكلام اللي كانتها تقوله كان منورة قلبها وبتفضل تجرح كارن بكلامها وبتعرفه ان هي من عيلة كبيرة وانها يوم ما تتجاوز لازم تتجاوز حد من مستواها وبتعرفه كمان انها عمرها محبته وان اللي حصل بينهم ده مجرد استلطافه شافك ليه وانها اخترت الانسان اللي بتحبه بجده هتتجاوزه وطبعا كارن كان واقف مصدوم من اللي سامعه وظهر الوحش الشارس اللي جواه تاني وقال لا لو فكرت تتجاوز غيري هأتي الجوزك يوم الفرح وبيسيبهم وبيمشي وبيرجع لرجالته وبيفضل مستنى اليوم اللي هي هتتجاوز فيه ولما اليوم ده بيجي بياخده رجالته وبيروح لها ولما بيشوف راجو هو معده قدامه بيضربه بالنار ولما كاجل بتشوفه هو ميت بتروح لكارن وبتاخد منه السلاح وبتقتل نفسها وبيطلع ان كل ده كارن كان بيتخيله لهو قتل جزها ومنخفه عليها ما بيرضاش انه هو يقتله وبيعود على الارض وبيفضل يبكي بعدها راجو كجال بيروح يقضه شهر العسل وبتستغرب من الحب الشديد اللي راجو كان بيحبه لها لكن برضو كجال ما كانتش قادرة تنسى كارن وكانت دايما بتفكر فيه بس مع مرور الوقت وحب راجو لها بتقدر ان هي تتأقلم على الوضع وتقرب من راجو اكتر وتحب الحياة معاه بعدها شدر وراما بيتكلموا مع بعض في موضوع شركة الشحن الكبيرة اللي راما عملها وبيعرف شدري ان ابن راجو هيكون هو المسؤول عن ادارة الشركة كلها وبيكون راجو الحد دلوقت ده ما يعرفش ان ابو تجر مخدراته سلاح وشدري بيعرفه ان هو لازم يقول ابنه ويعرفه كل حاجة لان هو اللي هيستلم الشغل كله هيكون مسؤول عنه وبعدها راما بياخد راجو وبيروح الشركة وبيبتدي يعرفه على طبيعة الشغل لكن من غير تفاصيل وفاجأة بيحصل انفجار شديد في مخازن الشركة وبيموت اكتر من خمسين واحد من الموظفين اللي موجودين فيها وبيطلع ان الانفجار ده غلطة من سوق التخزين بتاع المتفجرات اللي كانت في المخزن وقتها ولما راجو بييجي بيكون واقف مصدوم من منظر الجسس اللي شايفها قدامه وبما انه هو المسؤول عن الشركة الناس كلها بتتجمع حواليه وبتفضل تدع عليه ولما بيشوف مفتش الشرطة المرتشي وهو مبسوط وبيسلم عليهم بيعرف ان في حاجة غلط وعلى طول بيروح لراما وبيتكلم معاه وراما بيعترف له على السر اللي كان بخبيه عنه وبيعرف ان هو شريك شدري وانهم بيتجروا في المخدرات والسلاح وبتكون كجال مع ديابه الصدفة وبتسمع مهمة بتكلمه ولما راجو بيعرف حقيقة ابوه بيعرفه ان هو مجرم ومستحيل ان هو يعيش معاه بعد اليوم ده ولما كجال بتسمع اللي حصل ما بتستحملش اللي سمعته وبتقع وبيغم عليها وبعد ما بتفوق بيعرفه ان هي حاملة لكن كجال كانت مرعبة وخايفة من اللي سمعته وعرفت راجو ان هي سمعته مهمة بتكلمه وعرفت كل حاجة وكانت عايزة تسقط نفسها علشان ابنها ما يتولدش ويلاء ابو مجرم لكن راجو بيروح له وبيحاول ان هو يطمنها وبيعرفها ان هو عمر ما يمشي في السكة دي وانه هيخدها ويمشي ويرح يعيشه في مكان تاني بعدها شغله شدري كله بيتعطل وده لان راجو سابه وممشي وهو الوحيد فيهم اللي كان معاه توكيل انه يخرج بضعتهم من المخازن وشدري بيطلب من ابوه ان هو يقابله في اقرب وقت ولما بيروح له بيحاول ان هو يكنعه في الاول ان هو يشتغل معهم لكن لما بيلاقي راجو رافض بيبدأ ان هو يهدده وبيحكي له على حكاية لمراته اللي كانت حامل واللي وقتها عملت نفس اللي راجو عمله وشدري بيعرف ان هو لما لقى مراته خطر عليه دبر لها حدثة وقتلها فيها وبيعرف ان هو ممكن يعمل كده تاني مع اي حد يعتل شغله وبيتفاجئ من رد فعل راجو بعد ما هدده وبيعرف ان هو لو ادخل في حياته تاني او اتعرض لاي حد من عيلته هيقتله وبيسيبه وبيمشي وشدري كان واقف مصدوم من الشجع اللي شفف راجو وبعدها بيتامبر بيعرف شدري ان هم لازم يخلصوا منه وفي الوقت ده كارين بيكون رجع للسكة اللي هو ماشي فيها تاني وكانت كل العصابات بتبعته يقتل الناس بمقابل مدي بس المرة دي كارين رجع اشرس من الاول وبعدها جاجان بيروح له وبيدي له فلوس تمان العملية الجديدة وبيدي له صورة راجو وبيقوله شدري عايزك تقتل الشخص ده بس طبعا كارين ما بيكونش لسه عارف ان راجو هو جوز كجال اللي بيحبها ولما بيروح له بيته علشان يقتله بيتصدم لما بيشوف كجال واقف قدامه وكجال بتبصله وبتفتكر كلامه لما قالها ان هو هيقتل اي حد تتجوزه ولما كارين بيشوف صورتها وهي مع راجو بيعرف انه جوزها ومن غير ما يتكلم معها ولا كلمة بيسيبها وبيمشي بعدها جاجان بيقابل كارين وبيسأله ليه ما قتلش راجو لحد دلوقتي وكارين بيطلع الفلوس اللي خدها منه وبيدهاله وجاجان بيقوله انهم ما يشوفوا حد تاني يقتل راجو وكارين ما بيستحملش اللي سامعه وبيفضل يضرب فيه وده لان كجال كانت تترجطه انه ما يقتلش جوزها وقت ما كان عندها في البيت ومن حب كارين فيها قرر انه ما يحماهي وجوزها وما يخلش اي ضرر يحصل لهم وبعد ما بيقتل جاجان بيزعق وبيفضل يقول انه اي حد هيئذي كجال هيكون مصيره زي اللي مادة وبتكون تلس اللي بتحبه وقفه وبيقول كده وكان نفسها انهية تشوف كجال اللي كارين فضلها عنها وحبها بعدها شدر بيكون مستغرب من اللي كارين عمله وبيكونش عارف ليه كارين رفض ان راجو يتقتل وبرضه بيكون مصمم انه هو يقتله ووقت ما راجو بيكون مع كجال برا البيت بيبعث له رجال كتير علشان يقتله وفجأة كجال بتشوف كارين وهو جاي وبتفتكر انه هو عايز يقتل راجو وبنخوفها بتفقد وعيها وبتيجا رجالة شدر وبيكونوا عايزين يقتله راجو وكارين بيفضل يقتل فيهم وكان عنده استعداد انه هو يعمل اي حاجة بس راجو مايتئذيش وبعد ما بيقتلهم كلهم راجو بيشوفه من ظهره بس ما بيقدرش انه هو يروح معاه وبيرجع لكجال تاني وبعدها كارين بيروح له شدر وهو قاعد في اجتماع مهم وبيهينه قدام كل الناس وبيعرف انه هو مهم عمل مش هيقدر يقز راجو وبيسيبه وبيمشي بعدها تولسي بتقابل كارين وبتكون حزد كاجل على كل الحب اللي كارين بيحبه لها ومن كتر حب تولسي الكارين بتعرفه انه هي تروح تصليله في المعبد وتدعيله ان كاجل تكون من نصيبه في يوم من الايام بعدها راجو بيكون عايز ينتئم من شدري وبياخد عربيا محملة بنزين وبيروح لحد مغزن السلاح وبعد ما بيدرب الحراس بيفضوا كل البنزين حوالين مغزن الزخيرة وبيولع فيه النار بتمسك في المغزن كله لحد ما بنفجر وشدري بيخسر ملايين بسبب اللي حصل له ده وبعدها بييجي بقتل حراس وكانوا عايزين يقتلوا راجو وراجو على قد ما بيقدر بيحاول ان هو يدفع عن نفسه ويضرب فيهم لكن بعدها بيتكاتروا عليه وبيضربوا على دماغه بس قبل ما بيقتلوه بيجي كارين وبيقدر ان هو يلحقه في اخر لحظة وبيروح للي كان مسكه وبيقتله وراجو بيكون شايفه بس ما كانش مستحمل الخبطة اللي خده على دماغه وبعدها كارين بياخده وبيرجع بالبيت عند كجال وكانت لسه لحد ده فاكرة ان كارين عايز يقتل جزها لكن لما شافت المنظر ده عرفت ان كارين بيحم راجو على شنها وبتتأسف له على كل اللي حصل له في حياته بسببها وفي الوقت ده راجو بيكون فاق وبيسمعه ومما بتكلمه وكجال بتعرفه ان هي فعلا حبته بجد وانها سابته وتجوزت واحد غيره لان ابوها هو اللي كان عايز كده وبتعرفه ان هي رفضت وقومت في الاول بس مرض ابوها هو اللي خلاها تعمل كده وبتشكره ان هو لسه واقف جنبها رغم كل اللي هي عملته فيه وفجأة بتسمع صوت راجو وبتروح له وبتكون فرحانة اللي هو فاقه بقى كويس وبيبص الكارين وبيناديله وبيشكره ان هو ساعده وبيلاقي نفسه في موقف ما كانش عارف يعمل في ايه بعدها شدر بيعرف ان كل ما خزنه تحرقت وبيقمر كل رجالته انهم ما يدوروا على راجو كارين ويقتلوهم ولما رمى بيترجى شدر ان هو ما يقتلش ابنه شدر بيكون وصل لمرحلة الجنون وبيطلع سلاحه وبيقتله بعدها راجو بيقف وسطهم وبيعرف انه عارف العلاقة اللي كانت بينهم وبيأكد لهم انه هو لو كان يعرف العلاقة اللي كانت بينهم ما كانش تقدم لكجال ولا حتى تجوزها وبيعرفها ان هي زوجة صالحة وانه بيحترم العلاقة اللي كانت بينها وبين كارين قبل ما يتجوزها وفجأة بيجو شدري كل رجالته لبيت راجو ولما بيفصلوا الكهرباء عندهم كارين بيعرف ان هم قريبين منهم وبيقفل الشبابيك وبيحاول ان هو يحافظ عليهم وبيدي السلاح التاني اللي معه الراجو وبتبدأ رجالة شدري ان هم يضربوا عليهم نار ومن سوق الحظ بيكون ده الوقت اللي كجل هتولد فيه وبيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يحموها وبيفضل يقتلوا في رجالة شدري وبعدها كارين بياخدهم وبيحاول ان هو يبعدهم عن المكان ده وبيركبهم عربية وبيفضل يقتل في بقية رجالة شدري اللي باقيين ولما شدري بيشوفه بيضرب علي ناره وبيحاول ان هو يقتله وبيقدر ان هو ياخدهم بالتوبيس وبيمشي وعلى طول بيطلع وراه وبيفضل يضربوا عليهم نار وكارين بياخدهم وبيروح للمكان اللي سكنة في تولسي ولما بيوصل هناك العربية بتلف منه وبتتقلب ولما تولسي بتشوفه بتنزله وبيطلع رجم العربية وبيحاول ان هو يطلع كجال وبيوصل شدر واللي باقي من رجالته وبيفضل يضربه علوم نار وكرم بيفضل يقتل فيهم وكان اهم حاجة عنده اللي هو يحمي كجال ولما بيبصلها وبيلاقي تولسي معاه بيتطمن وبيعرفها ان هي دي كجال اللي بيحبها واللي كانت تولسي نفسها تشوفها وتولسي بتاخدها علشان تطلعها عندها وتولدها ولما كرم بيتطمن ان هي بقت في امان بيبدأ يهجم علوم ويقتل فيهم لحد ما بيقتله كل رجالته وشدر بيكون موجود لوحده وكرم بيمسك شدر وبيفضل يضرب فيه بكل انتقام لحد ما بيقع منه على الارض ولما راجه بيطلع علشان يتطمن على كجال شدر بيشوفه وكان عايز يقتله لكن بيقدر كرم ان هو ينقزه في اخر لحظة وبيتضرب بالنار وبيضحب حياته علشانه وبعدما شدر بيخلص كل الرصاص فيه لكا بيلاقي سلح على الارض وبيحدفه الكرم وكرم بيقرب من شدر وبيقتله وبعدها كرم بيقع وبيموت وهو كل وفاء لكاجل الحب الوحيد اللي حبه في حياته وكان اقل احترام بيعملول تضحية كرم علشانهم انهم يسمق ابنهم على اسمه وبيخلص الفيلم على كده لو كنت مكمل معي ملخص الفيلم لحد دلوقتي يبقى اكيد ملخص الفيلم عجبك فياريت ما تبخلش عليا باللايك وتشترك في القناة لو كنت لسه مشتركتش فيها واستنت علاقاتكو الحلوة اللي بتديني حافزي ان اشتغل وقدم لكو كل الافلام اللي انتو بتحبوها وتحيات لكل اخ واختي متابعيني يالله سلام